دكتور دانيل ملحم أذهب إليك الآن إذن كيف تأثر الاقتصاد الفرنسي بالحرب الروسية الأوكرانية؟ تحية لك سيدتي وضيوفك الكرام والمشاهدين فرنسا شأن أوروبا وبالتالي تأثرت عبر أربعة مراحل المرحلة الأولى بالتضخم لأننا نعرف في أوروبا أو في فرنسا تحديدا أن التضخم هو ناتج كان بالفترة الأولى كمرحلة أولى هو من ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي سمط الطاقة التي ألت إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير وارتفعت الأسعار اليوم بدأت عمليا هذه الصلمة تتحول أكثر فأكثر وتنتشر في الاقتصاد بشكل متجدر أكثر فأكثر وألت مع الوقت اليوم نرى أن التضخم هو ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي تبقى عمليا هذا التأثير تتأثر سواء كانت المواطن بشكل كبير ومن ناحية تنفي الشركات وحتى الحكومات لأنه عمليا هناك سياسات دعا في أوروبا وخاصة من الحكومات الجنوب الدولة الفرنسية هناك أيضا من إيطاليا وإسبانيا وحتى من ألمانيا نفسها وبالتالي الدول التي تتحمل جزء كبير أو تحملت في الماضي جزء كبير عمليا من هذه التكاليف العامل الثاني تتحمل هذه التكاليف هي شركات وفي النهاية المواطنين من أول سنة بدأت المواطن هو عمليا يتحمل كافة هذه التكاليف هو بدأ يتأقلم مع سلوكه الاستهلاكي مع الأوضاع الحالية وبالتالي بدأ نوعا ما نرى أن الاستهلاك ينخفض فيئا فشيئا وبالتالي عندما ينخفض الاستهلاك ينخفض الطلب وبالتالي ينخفض النمؤ ونحن نتجه شيئا فشيئا عمليا نحو الركود النقطة الثانية التي تأثرت فيها هي السياسات المصرف المركزي الأوروبي وهذا هو طبيع المركزي الفرنسي اليوم نحن نرى أن هناك ارتفاع للمرة الأولى نشر تاريخيا في تاريخ الاتحاد الأوروبي هو ارتفاع كبير لأسعار الفائدة ونحن نصل اليوم إلى حدود 3% والمتوقع أن نصل بحدود 4% وهذا عمليا يهدد بشكل كبير الدول أو الاستقرار المالي للدول الاتحاد الأوروبي ويضرب في الصميم القطاع العقار الذي يعتبر هو الركن الأساسي لاقتصاديات هذه المنطقة وبالتالي من خلفها السوق العمل وبالتالي تتأثر الطبق الوسطى شيئا وتتأكل قدراته الشرائية شيئا فشيئا عن طريق ارتفاع هذه الأسعار أما من ناحية الشركات فطبيع أن ارتفاع أسعار الفائدة سوف يؤثر عليها ويسوف يؤثر على استثمارها بشكل كبير النقطة الثالثة هو عمليا في شكل النظام الأوروبي وبالتالي شكل النظام الفرنسي نحن نتكلم اليوم أن النظام هو النظام التنافسي الأوروبي والفرنسي بشكل عام يعني عمليا يعتمد على تحفيز الطاقة تحفيز الطلب الخارجي لهذه الاقتصاديات اليوم مع ظهور السياسات الحماية المتطبقة سواء من الولايات المتحدة من الصيد إضافة لذلك إلى بعض حتى من الأوروبا نفسها اليوم أوروبا كان النظام يعتمد على مصادر طاقة من الروسية بشكل كدخيس جدا وأسواق للتصريف وهي عمليا الصين إضافة لذلك كان الاقتصاد الأوروبي يعتمد على أسعار فائدة سالبة وبالتالي لماذا هذه الأسعار هي عمليا لتحفيز أو لزيادة ما يسمى الاعتمال المصرفي أو زيادة الكروض وهذه عمليا زيادة الكروض هي لصد النقص الحاصل في ضعف الانتاجية الناتجة عن انخفاض النمو الديموغرافي في أوروبا وبالتالي هذه الثلاثة عواما هي عواما رئيسية أضعفتها هذا وسببت بشكل كبير هذه الحرب على الأوروبا وبالتالي تهدد شكل النظام الاقتصادي الأوروبي اشتركوا في القناة